اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان شعب البحرين بتماسكه ووحدته هو مفتاح الامن والاستقرار وشدد سمو على ان مواصلة مسيرة التنمية هو ما ينبغي التركيز عليه فهو الهدف الاساسي والغاية التي نسعى كحكومة وشعب الى تحقيقها بالعمل الجاد والمثمر قال صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في حديث شامل مع مجلة الرجل اننا حققنا ولله الحمد الكثير وما زلنا نتطلع الى المستقبل من اجل رفاه شعب البحرين فلا حدود لما نتمناه لخير البحرين وشعبها واضف سموه ان تحقيق الامن والاستقرار للوطن وتقدم عجلة التنمية بالشكل الذي يحقق الرفاهية لشعب البحرين يقع في صدارة الاولويات التي نعمل من اجلها وقال سموه نحن نضع التنمية الشاملة هدفا دائما للحكومة ولهذا نحرص على تحقيق الاستقرار فلا تنمية بدون امن واستقرار وطموحاتنا كبيرة والقادم للبحرين افضل باذن الله واكد سموه ان مملكة البحرين لديها تجربة تنموية وديمقراطية يرعاها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد حفظه الله وانها بفضل ذلك حققت الكثير من المكتسبات والانجازات واشار سموه الى ان الحكومة تدعم مناخ الاستثمار والبيئة الجاذبة للاستثمارات وتقديم المزيد من الحوافز في هذا المجال وتطوير التشيعات والقوانين التي تنظم العمل في مختلف المجالات وتجعل من البحرين وجهة مفضلة للاستثمار كما تركز على ايجاد المزيد من فرص العمل لاستيعاب الشباب الملتحقين بسوق العمل واكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء ان مملكة البحرين تجاوزت عواصف ما يسمى الربيع العربي وكوارثه بامان وان ما مرت به لم يكن سوى تحدي نجحت المملكة في تجاوزه والعودة الى المسار الطبيعي وقال سموه كانت يقظة ووعي هذا الشعب بما يحاك ضد وطنه وتمسكه بوحدته هي العامل الحاسم في درء المخاطر وتفادي المآسي التي حلت بدول وشعوب اخرى ونحن نركز جهودنا الان على ما حاولوا اشغالنا عنه وهو تنمية بلادنا بشكل افضل في مختلف المجالات وفيما يخص المرأة البحرينية اعرب سموه عن فخره واعتزازه بنساء البحرين ودور المرأة في الحياة العامة وقال سموه نحن نفخر بنساء البحرين ولا نفرق في التعامل معهم والمساواة بين الجنسين معروفة في البحرين منذ زمن طويل على صعيد العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وصف سموه العلاقات مع المملكة العربية السعودية بأنها قوية تجمع بين قيادتين البلدين منذ عهود طويلة وصلة قربة ومصاهرة بين الشعبين الشقيقين وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية هي الدعم والسند القوي لمملكة البحرين كما هي الدعم والسند لأمتيها العربية والإسلامية فالمملكة هي صاحبة الدور التاريخي في مختلف المراحل وهي الثقل المؤثر في التعامل مع أي قضية ومواجهة أي معضلة وندعو الله أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأن يبارك في قيادتها وشعبها ويوفقهم في مسعاهم الخير للعربي والمسلمين بل والعالم أجمع ورأى سموه أن التغيرات التي تقودها السعودية داخليا تعد تطويرا وتحديثا بما يواكب حركة التقدم في العالم وأيضا بما يراعي خصوصية المملكة وتأتي بعد دراسات عميقة وحسابات يتم فيها مراعاة المصالح العليا للمملكة متمنيا سموه للمملكة وشعبها الشقيق كل التوفيق والخير وأشاد سموه بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مبدين سموه أعجابه بخطواته ورأى سموه أن العالم العربي يمر اليوم بمنعطف تاريخي وأن أهم ما يميزه هو الصحوة الكبرى التي تقودها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود للوقوف في مواجهة المخاطر التي تحدق بالأمة في الشأن الخليجي أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن جميع دول مجلس التعاون في قارب واحد وأن ما يضر أحدنا يلحق الضرر بالآخرين وما ينالنا من خير سيعم أثره على الجميع وحول رؤيته لمستقبل الأمة العربية أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن سبيل الأمة العربية الوحيد لمواجهة التحديات والتصادي للمخاطر هو التضامن والتماسك قائلا نعم لا يمكن للآخرين اختراق دولنا وشعوبنا ما ضمن متضامنين ومتمسكين ولدينا في التاريخ القديم والحديث ما يكفي من العبر والدروس التي نستلهم منها خطواتنا الحالية والمستقبلية وفيما يتعلق بنظرة سموه للإرهاب أكد سموه أن الإرهاب ظاهرة عابرة ومؤقتة مهما ترتب عليها من تداعيات والإرهاب آفة يعاني منها العالم أجمع وليس العالم العربي فقط وقد عانينا منه في البحرين وكنا من أوائل الدول التي انخرطت في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر